السلام عليكم اخوات كديري اللي بس عليكم هانيين عباشركم بروكه ارجعت معكم في فيديو جديد ودائما في الاستعمالات ديال البلون دوبولي البودان اللي انا حضرت معاكم فاليوم ان شاء الله غادي نستعمله فلاكيش وحد لاكيش اللي كجيره يعافل مع داك خليكم معي الاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقات التحضير هنا انا وضعت لابة تبغيزي في المول اللي غادي دخل الفران وكادين تقبع وغادي ندخلها الطيب وحد النص طيبة هكدا فاش ندير فيها لابة يراي ديا ما تاخدش وقت كبير وديك لابة يلادرتها تالي ما غاديش تخلينا لابة تطيب هادلا كيش راكا جلدي دا بزاف وسيغطو دا بحنا فصل الصفرة على الابواب كان بغيو ناكلو شي حاجه اللي هي ناشفا ما كان بغيوش ناكلو ديك المرقة فانا غادي نوجدها بتاك البودان دوبولي اللي انا ديجا وجدت معاكم صراحة ينفعني بزاف كيف ماوتكم نوجدو بيالبيتزات الكيش لتاكوس نديروه دي ساندويتش يعني اللي بغيتو تديروه بي كيكون موجود ديجا مشارملو شارب الشرمولة ديالو يلاك نحرقوه في شوية ديال زيت ولا في زبيدة وهاهو موجود نستعملوه في عدة استعمالات فانا نخطعو هاكدا ترونشات صغيرة ما كيخد شو وقت كبير في المقلاد غيابيت في كيكون واجد اذا دبان شو ان شاء الله غادي ندوز نديرو فلمقيلة باش يتقلها وهنايا غادي نقارني هاد لاكيش بالقرعة هادي القرعة ديك المكورة كتجي لديدة بزاف وكتجي حلوة وبصيلة غادي نشحرهم بزويتة غادي ندير كل حاجه بوحديتها هكدا باش نا يعني نربح ايويا الخوت شوية ديال الدعم اللي يرضي عليكم دعمونا باللايكات ديالكم وتعليكم المحفزة باش ان شاء الله نقدر نستعمر ونكون شجعة باش ديال نعطيه دائما الجديد فاتشجاعاتكم هي اللي غادي تخلي هاد القناة تستمر ان شاء الله يا ربدي فما تبخلوش عليها بالدعم ديالكم والبرتاج مع الاهل والاصدقاء والاحباب المحتوى رهزوين وانقي وعندي كل ما يفيد ان شاء الله غادي نشاركو معاكم هناك نضيف مليحة حيات الملحة كتخلينا ديال الخضيرات غيات تنزل ما تاخدش وقت كبير في الطياب اما بالنسبة للجشفرة يعني مشرمل ما نزيدو التاشي حاجه هنا غادي ناخد واحد البول وغادي نوجد لابا غايل اللي غادي نعمر بها هاد الاكيش كيف ما كتشوفو هنا عندي وحد ربعا ديال البيضات غادي نضيف عليه محطلة ديال معلق كبار ديال لاك خين فخيش ولي ما عندوش الكريم فريش ممكن نضيفو دانون ناتشير طبيعي تهو ممكن يعني يوفي بالغارد هنا عندي كاس ديال الحليب شوية ديال ابزار وغادي نضيف واحد شوية ديال الملحة وشوية ديال بازيليك ممكن نضيفو زعيترا ممكن ازير كل واحد شنو تيبغي انا غادي نضير هاد الاعشاب المناسمة ديال بازيليك وكذلك غادي نحتاج الفروماج انا هنا عندي الامونطال غادي نحكو ان شاء الله باش نضيفو ومنساوش شوية ديال المعد نوس كيعطي شوية ديال الخضورة للاكيش ديالنا وكيلدتها بطبيعة الحال وبما ان انا كانت تكلموا على المعد نوس فان شاء الله قريبا غادي نشارك معاكم واحد الوصفة تجميلية اللي كتعطي واحد النضارة واحد الرطوبة واحد الاكلاغ للبشرة ديالنا طبيعة الهال ديال المعد نوس راها خطيرة خطيرة انا مجرباها شخصيا فغادي يعني تتعملوها بعينيكم مغمضين ان شاء الله سافي هنا انا خلطت مزيان ذاك الخاليط اللي عندي حتى نساجم مع بعضياته ورجعت معاكم الخضيرة ديالنا اللي هي القريعة والبصلة نقلبها باش تحمر من الجهة الاخرى هاد القرعة المكورة كتكون لديدة بزاف وكتكون حلوة كتعطي واحد لمادق زوين لاكيش ديالنا فكنت ديجا وجدت بها للقغاتنا ورني شاركت معاكم صراحة ماخداش حق في المشاهدة داك القراتان جلديد بوحط طريقة خيالية كانت مننا اللي ما رجعش يشوف داك لافيديو يرجع يشوفو وكانت مننا اكتر انكم تجربوه باش تعرفوني اناش كانت تكلم جا داك القراتان خطير في المعدة قلديد بزاف دا با انا خلط داك البصيلة مع داك البيض والحليب ولا كريم فرش وغادي نمضعو في لاكيش ديالي من بعد ما خرجتها بطبيعة حال من الفران كيف ما كتشوفو راني طيبتها وحلوها صراحة اكثر من نص طيبة نطيبوها غين سطيبة احسن باكده باش ما تتحرقناش ودابا غادي نستفديك القريعة ديالي مويمان غادي نحطها كده عشوائية ركا جيغزالة في المنظر كيف ما حطيتوها كجي مزيونة وغادي نضيف داك رقائق ديال الدجاج والبنات اللي ما زال ما جربش داك البودا وما زال يعني ما حضروش حكا نصحكم انكم تحضروه را كيجي لديد في المعداق وكيف ما قلتلكم كيسهل عليكم المأمورية يعني ما كتبغيوا تشوبو شي كيش بيزا اه سوندويتش تاكوس اه 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 سميت هالقغاتن راه كتلقاوه واجد غياد 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 ما كتحيروش وعاد زيادة على المعداق ولي تدلي فيه فكنتمنى انكم تحضروه اه لان بحالات تحضيرات هادي كتتنفعنا بزاف كيدخول الانسان عيان من الخدمة او لا كيكون خرج درا يضرب شي ضويرة ولا يتقدك يجي عيان ما قادش يوقف في الكوزينة كيف تكون ديك تطيج ديه جواجد كيسهل علينا المأمورية كيفما كتشوف انا حضرت معكم به لا كيش اه لحضرت بيه بيزا وحضرت به كداليك اه اه لغيطن وحضرت حتا الطاكوس لكن الطاكوس ما شاركتوش معكم لكن ان شاء الله انولي نحضروا مرة اخرى ونشاركوا معاكم لان هادالبوديه درا دايما عندنا في التلاجة ما كيجي فيني التل واحد حتا كنكن الجت واحد آخرو حتا في الثلاجة ديالي حتا نعرفة اه انه كينفعني بزاف بعد عمل الفران وضع الفران نضيف الفران على وجهه سوف ندخلها لكي تحمر سوف نخرجها لكي نشاركها معكم هذه البنات لا تنزلوا وحضروا ليدك الدجاج وحضروا في الكنجيلاتور وتستعملوا في أي وقت انتوا لا تريدوا فهذا الكيش يأتي خاطير وليس كثيرا وكيف لا تشاهدونه سهل وسريع في التحضير لا يأخذ منه وقت كبير بالنسبة للابط الكيش انا خضيتها جاهزة فبعض الأحيان لا تكون لدينا الوقت لتحضروا لبط كي تكون لدينا جاهزة فهنا ما تكون فيها برموشيون لبط كناخذ بالجوجو 3 وهكذا كنت نلقاهم يعني واجدين ما يحتاجهم إذا لا كيش دينا هيا وجدات هالديدة وغزالة ممكن استعملوها كعشة أو كمقبلة يعني في العشاء دينا كتجي رائعة وبصحتكم وراحتكم إلي انتوا ما وجدتوها دا بقد نقسم معاكم واحد طريف باش تشوفوا لبط الكيش يجي مقرملة وفتية في نفس الوقت يعني جدت هكذا كنت تعجبني انا هكذا تكون محمرة وكذلك المضاقة ديال هاد لا كيش من نقول لكم حتى تجربوها عاد تعرفوني شنو بغيت نقول لكم وخصوصا كيف مقبليكم اننا على ابواب فصل الصيف كانحتاجوا هاد الاؤكلات اللي هي خفيفة وضريفة وضيدة في نفس الوقت بحالي كيش بحال بيزا بحالي بحالي الطاكوس لساندويتش فيكون هاتجاج عدنا موجود في التلاجة دينا إن فوان بغيو نحضر شي شي ومات شي وات يعني فيت في ما غديش ياخدنا شي وقت كبير إذن أحبائي لكي شديالي هي هادي كنتمنى أنكم تجربوها وكنقلكم مع السلامة إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله فهدمتم في رعاية الله وحفظه